اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يستقبل منسق فريق العقوبات التابع للأمم المتحدة الجيش الوطني يستهدف مواقع ميليشيات الانقلاب في الضالع وطيران التحالف يستهدف مخازن سلاح الميليشيات في حجة وعمران اهلا بكم التقى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح عددا من الشخصيات والوجهات الاجتماعية من محافظتي المهر والبيضاء لمناقشة المستجدات في المحافظتين وسبول تعزيز سلطة الدولة وخلال لقائه بوجهاء محافظة البيضاء اشهد نائب الرئيس بدورهم مع كل ابناء المحافظة في مواجهة ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية وعدم خضوعهم لتسلط الانقلابيين او لقوع في مكائدهم الارهابية والتخريبية وشدد على ضرورة حجد الجهود ومضاعفتها بهدف افشال مخطط الانقلاب ودحر ميليشياتهم والعمل في اطار استعادة الدولة في البيضاء وجميع المحافظات مؤكدنا الحل الوحيد يكمن في اتخاذ موقف موحد يساند توجه الدولة التي تساندها دول التحالف بقيادة السعودية والامارات والتي تعمل جاهدة على استعادة الهوية اليمنية من قبضة الميليشيات الايرانية ومكافحة التطرف والارهاب الذي يغذيه الانقلاب ويتسبب في وجوده غياب الدولة اليمنية كما نوه نائب رئيس الجمهورية في لقاء منفصل مع وجهاء المهرة بابناء المحافظة وانحيازهم لشرعية وخيار الدولة المدنية ورفضهم لكل ما يخل بامن واستقرار المواطن اليمني مؤكدا اهتمام القيادة السياسية بقيادة فخامة رئيس الجمهورية بتلبية متطلبات المحافظة المختلفة الامنية والتنموية والخدمية واكد وجهاء محافظتي البيضاء والمهرة ان ابناء الشعب اليمني لن يقبلوا سوى الدولة والشرعية والنظام والقانون الذي يحفظ حقوقهم وواجباتهم ويؤمن مستقبلهم ومستقبل ابنائهم معبرين عن تقديرهم لاهتمام نائب رئيس الجمهورية وسعة صدره في الاستماع لهمومهم والعمل على حل قضاياهم استقبل رئيس الوزراء دكتور احمد عبيد بن دغر بعدا منسق فريق العقوبات التابع للامم المتحدة احمد حميش الذي يزور بلادنا حاليا لتقييم الاضرار التي تسببت فيها الحرب وحجم المعاناة التي يعيشها اليمنيون المدنيون في عموم المحافظات وفي اللقاء كدر رئيس الوزراء ان الحكومة ستقدم الدعم والتسهيلات للفريق ليتمكن من زيارة مختلف المحافظات للاطلاع عن قرب ومعرفة الحقيقة كما هي بعيدا عن التضليل والمعلومات المغلوطة التي بلغت فريق التحقيق وذكرت في بعض التقارير السابقة لفريق لجنة العقوبات وقال حرصنا في الحكومة على احلال السلام الدائم والعادل والشامل والذي يتطلع اليه شعبنا اليمني والذي لن يتحقق الا من خلال العودة الى تنفيذ ما تبقى من المبادرة الخليجية والياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الامن الدولي 2216 وهو الطريق المضمون والواضح الى السلام والذي ترفضه الى يومنا هذا بليشيات الحوثي وصالح الانقلابية واضف الدكتور بن دغر من يقول انه سيحكم الشعب اليمني ويدعي ارثا تاريخيا له في الحكم فهو واهم فالطريق الى الحكم لا يتم الا عن طريق صناديق الاقتراع لا عن طريق القتل والتشريد واغتصاب السلطة بقوة السلاح وحصار الرئيس الشرعي والحكومة ولم تكتفي بذلك ولكن لاحقت الرئيس الى العاصمة المؤقتة عدن وقصفت قصره الرئاسي الامر الذي استدعت دعوة الى تحالف عربي بقيادة المملكة العربية السعودية لانقاذ الشعب اليمني والشرعية من ميليشيات استخدمت قوة السلاح في تنفيذ مشروعها الطائفية السلالي والعنصري واشرت دكتور بن دغري لان الدولة الاتحادية التي اتفق عليها اليمنيون بما فيهم الانقلابيون في مخرجات الحوار الوطني اوجدت حلا عادلا في تقسيم الثروة والسلطة ولفت الى ان الحكومة عالجت كثيرا من القضايا الخاصة بالجانب الامني واعادة تطبيع الحياة في عدن وباقي المحافظات المحررة وعودة عمل المؤسسات القضائية والمحاكم والنيابات العامة واقسام الشرط وتتغلب على الصعوبات والعقبات التي حدثت وتحدث في مختلف الجوانب من جانبه عبر منسق فريق الخبراء عن تقديره لرغبة الحكومة في تسهيل مهام الفريق والاطلاع على الحقائق على الارض مشيرا الى ان الفريق يقدم احاطته للامم المتحدة عن الانتهاكات التي يتضرر منها المدنيون بشكل مباشر وتنتهك حقوق الانسان وان زيارة الى بلادنا ستسهم في معرفة الكثير من الحقائق واكد ان ميليشيات الحوثي وصالح لم تسمح للفريق بزيارة صنعاء والمناطق التي تسيطر عليها وهذا يعد خرقا للقوانين والاتفاقيات الدولية وان التقرير السابق الذي رفعه فريق الخبراء تضمن اسماء وشخصيات حصدت اموالا طائلة لها علاقة بالانقلابيين وتم الرفع بهم الى لجنة العقوبات وتحدث منسق فريق الخبراء عن الحاجة الى التعاون في مجال صيانة الحقوق والحريات واحترام المواثيق الدولية حضر اللقاء وزيراء العدل القاضي خالد باجونيد والثقافة مروان دماجة ناقش رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر مع محافظ محافظة الشبوى ومدراء المكتب التنفيذي وقائد اللواء تسعة عشر مشاهل اوضاع الخدمية والامنية وتوفير الخدمات الاساسية لابناء المحافظة واكد الدكتور بن دغر ان الحكومة ستدعم المحافظة في مختلف المجالات التنموية وبما يساهم في تعزيز الامن والاستقرار وتخفيف معاناة المواطنين واشهد بوقوف ابناء محافظة الشبوى مع الدولة في محاربة الارهاب والقضاء عليه وتجفيف منابعه مؤكدا ان الحكومة ستعمل بكل الجهود للقضاء عليه ونوها بتضحيات ابناء المحافظة في حربهم ضد تنظيم القاعدة وتحرير ما تبقى من مدريتي بيحان وعسيلان من الانقلاب وكان محافظ الشبوى استعرض اهم الخدمات الواجب توفرها للتخفيف من معاناة المواطنين وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والصحة وعودة عمل المؤسسات الحكومية واقسام الشرط والنيابات العامة والمحاكم ودعم المشاريع التنموية وعودة الشركات العاملة في النفط وتشجيع الاستثمارات في المحافظة اقرى وزراء خارجية رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي في اجتماعهم بالعاصمة الاندونسية جاكرتا خطة عمل الرابط للعوام 2017-2021 والتي تركز على الامن والسلام البحرية في اقليم المحيط الهندي وتعزيز التجارة والاستثمار بين الدول العضاء والتعاون في مجال الثروة السمكية وتعزيز التعاون العلمي والاكاديمي والتكنولوجي وتفعيل دور المرأة وادماجها في التنمية المستدامة وتعزيز التعاون في قطاع السياحة والتبادل الثقافي والاجتماعات التي عقدت بمشاركة اليمن بيفدن يرأسه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجي عبد الملك المخلافي ناقشت التحضير للقمة العشرين لذكرى تأسيس رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي كما قرى الوزراء اتفاق جاكرتا الخاص بمبادئ ومهام الرابطة وتم رفعه لقمة رؤساء دول الرابطة وخرج الاجتماع بتبني إعلان مكافحة الإرهاب ومنع التطرف والذي أكد على تعزيز التعاون بين الدول العضاء لمواجهة خطر الإرهاب والتطرف وتعزيز دور المؤسسات التعريمية والمجتمع في بناء القدرة على مواجهة التطرف بما في ذلك تعزيز الاندماج واحترام الثقافات والمعتقدات المختلفة وشدد المجتمعون على أهمية مواصلة الجهود لتسوية النزاعات والقضايا على الفقر والتهميش وتعزيز التنمية المستدامة والحكم الرشيد وحقوق الإنسان وسيادة القانون وتعزيز التفاهم بين الثقافات وضمان احترام جميع الأديان والثقافات وضرورة تعزيز دور المؤسسات الوطنية والإقليمية المختصة في منع ومكافحة الإرهاب والتطرف وسيشارك فخامة رئيس الجمهورية يومغد في أعمال القمة الأولى لدول الرابطة والتي تأتي للاحتفال بمرور عشرين عاماً على تأسيس رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي كما سيلتقي فخامته بعدد من نظرائه رؤساء دول الرابطة التقى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء الركن حسين عرب السفير الأمريكي لدى بلادنا ماثيو تولر جرى خلال اللقاء مناقشة التعاون الأمني بين البلدين ومستجدات الأوضاع السياسية والأمنية وتطرق اللواء عرب إلى مستوى تحسين الأوضاع الأمنية وعودة الحياة إلى طبيعتها في المحافظات المحررة وتحديداً العاصمة المؤقتة عدن من جانبه أعرب السفير الأمريكي عن تقديره لجهود الحكومة اليمنية في إعادة الخدمات الأساسية في المناطق المتضررة من الحرب واستمرار التعاون والتنسيق مع الحكومة الشرعية في جميع المجالات التقى وزير العدل الدكتور خالد باجنيد وزير الثقافة مروان دماج بسيد أحمد حميش منسق فريق الخبراء المعني بتدابير الجزاءات ضد الأفراد والكيانات التي تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن وأكد الوزيران حرص الحكومة على تقديم كافة المعلومات لإضاح الحقاق أمام اللجنة الأممية واستعداداتها لتقديم كافة التسهيلات لأعضاء الفريق في كل المحافظات الواقعة تحت سلطة الحكومة وتذليل كافة الصعوبات التي تعترض أعمال اللجنة وفي اللقاء الذي عقد في العاصمة المؤقتة عدن تطرق إلى الأوضاع الإنسانية في محافظة تعز جراء القصف والحصار الذي تفرض ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية وأهمية المضي في الإجراءات الضرورية لتنفيذ التدابير التي تضمنتها القرارات الدولية ضد الانقلابيين والتي تهدف إلى الحد من قدرة قادة الميليشيات على الاستمرار في تمويل الحرب ضد أبناء الشعب اليمني ناقش اجتماع برئاسة وزير الصناعة والتجارة دكتور محمد الميتمي بالعاصمة المؤقتة عدن الرؤى والأهداف الاستراتيجية وخطط عمل الوزارة والأهداف الاستراتيجية المرسومة في سياق البرنامج العام للحكومة وتطرق مدرأ مكاتب الوزارة في المحافظات إلى الاحتياجات اللازمة لإنجاز الأعمال الموكلة إلى المكاتب في المحافظات المحررة وضرورة تلبيتها لتحقيق قدر أفضل من الأداء وصولا إلى التفعيل الكامل لعمل الوزارة بشكل تكاملي يوفر البيئة المناسبة لتسيير الأعمال واستعرض وكيل الوزارة علي صالح عاطف مستوى تجهيز وإعادة تأهيل مبنى الوزارة في العاصمة المؤقتة عدن أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة راجح بادي أن عملية صرف مرتبات القوات المسلحة والأمن ستبدأ من يوم الثلاثة في جميع المناطق العسكرية بعد تجاوز كافة الإشكاليات التي أدت إلى تأخير عملية الصرف وأكد بادي استكمال جميع التجهيزات الخاصة بصرف المرتبات بما في ذلك إيصال المبالغ الخاصة بكل منطقة عسكرية مرجعان التأخير إلى عملية مراجعة وفحص كشفات المرتبات من قبل لجان مختصة بعد اكتشاف عدد من الحالات تتضمن بطاقات مزورة وتلاعب بالرتب العسكرية وتكرار في الصرف وأوضح أن عملية المراجعة استكملت بنجاح وخاصة في المنطقتين العسكريتين الثالثة والرابعة وتم تنقية الكشفات من الأخطاء والتجاوزات التي شابتها وأشر بادي إلى أن توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لللجان الرئيسية والفرعية الميدانية التي أعدت الكشفات أثناء الصرف مرتبات الجيش والأمن في ديسمبر الماضي كانت واضحة وصارمة بتأسيس قاعدة معلوماتية وبيانات محدثة للمؤسسة العسكرية والأبنية على أسس وطنية ومعايير مهنية تواصل الحكومة برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر مساعيها في استكمال إجراءات صرف مرتبات الموظفين في عموم محافظات الجمهورية بناء على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية عبدرب منصور هادي والقاضية بسرعة صرف المرتبات لمختلف المحافظات استمرار لمساعي الحكومة الشرعية وجهودها المتواصلة في صرف مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين من أجل التخفيف من معاناتهم والتي عبث الإنقلابيون خلال الفترة السابقة بموارد البلاد قبل أن يتم النقل البنك المركزي إلى عدن وقبل أن يتخذ رئيس الجمهورية عبدرب منصور هادي قراره الفصل بنقله إلى عدن لإنقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار والتي سقرت ميليشية الحوثي وصالح الانقلابية إرادات واحتياطية البنك لتمويل حربها على أبناء الشعب اليمني تحركات متسارعة يقوم بها دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبد بن دغر للبت في هذا الشأن وصرف كافة رواتب الموظفين في كل ربوع الوطن في الوقت الذي أعلن فيه البنك المركزي في عدن تحويل رواتب الموظفين في سبع محافظات ويواصل صرف الرواتب للجهة الحكومية والمتقاعدين المدنيين في كافة المحافظات المحررة والتي سلمت إيرادتها إلى مركز البنك وشملت الجهات التي صرف البنك رواتبها محافظات عدن وأبيا ولحج والضالع وشبوى وحضر موت والمهرة حتى فبراير 2017 ما يؤكد جدية الحكومة الشرعية في صرف مرتبات الموظفين بدأ عملية الترشين الفعلي لجان صرف المرتبات في القوات المسلحة ونحن هنا في المنطقة العسكرية الرابعة واللجنة الثانية التابعة للقوى القوي والدفاع القوي وكذلك اللواء 39 مدرع لدخل عملية الصرف في معسك البدر بالآن بلواء 39 مدرع البنك المركزي اليمنى حفث كافة الجهات في عموم المحافظات على تقديم الوثائق الأصلية لاستحقاقها من الرواتب والإجور بشكل عاجل وفوري حتى تتمكن وزارة المالية من إصدار التعزيزات المالية بما يمكن البنك المركزي من صرف الشيكات وبحسب مصدر المسؤول فإن البنك المركزي قد قام بعملية تحويل رواتب الموظفين في المحافظة الأخرى على الرغم من عدم توفير القوائم الضرورية من مصادرها واللازمة لتنفيذ عملة دفع الرواتب إضافة إلى عدم توريد الموارد إلى البنك المركزي اليمني في مقره الرئيسي في محافظة عدن من بعض الفروع التي لا تقوم بتحويل إرادة الضرائب والرسوب الجمركية وعلى الرغم من الصعوبات التي تواجهها الحكومة الشرعية في الحصول على كشوفات الموظفين من قبل المكاتب التنفيذية في المحافظات التي تحت سيطرة الإنقلابيين إلا أن هناك حلول ناجعة وخطوات عملية عالجت إلى حد كبير هذه المشكلة التي أرقت الموظف والمواطن على حد سوى ياسر هادي قناة عدن الفضائية أفادت مصادر محلية في محافظة الضالع بأن قوات الجيش الوطني قصفت مواقع تجمعات ميليشيات الانقلاب في منطقة العرفاف وقرية نجد بمديرية ديمت وأوضحت المصادر أن مدفعية الجيش الوطني في منطقة موريس قصفت تجمعات الميليشيات الانقلاب كانت تحتشد على مشارف قريتي العرفاف ونجد القرين في مديرية ديمت في محاولة منها لشن هجوم مباغة على مواقع قوات الجيش والمقاومة شمال موريس وتزمن القصف مع استمرار المعارك في الجبهة الغربية لجبهة موريس في ودي السون والرحبة تمكن طيران التحالف العربي من تدمير مخازن أسلحة لميليشيات الانقلاب في محافظة حجة وقال بيان أصدرته للمنطقة العسكرية الخامسة إن طيران التحالف العربي استادف بعدة غارات جوية مواقع لميليشيات الانقلاب في مدينتي حرض وميدي ما أدى إلى تدمير مخازن أسلحة للميليشيات كما شنت مقاتلات التحالف العربي غارات عنيفة على مواقع الميليشيات الانقلابية في محافظة عمران وقالت مصادر محلية إن الغارات استهدفت مواقع عسكرية للانقلابيين في جبل المرحى غرب المدينة عثرت قوات النخبة والأجهزة الأمنية على مخزن كبير للأسلحة كانت قد أخفته عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي في المنطقة الشرقية من ساحل حضر موت وقال مصدر أمني إن مخزن للأسلحة يحتوي على صواريخ وقذايف هاون ومنصات لإطلاقها بالإضافة إلى أسلحة متوسطة في عدد من المنازل بمدريات الشحر وغيل بوزير والديسة الشرقية وتم التحفظ على الأسلحة بعد أن تعاملت معها وحدة مكافحة للغام وأشر المصدر إلى أنه تم تنفيذ العملية خلال ثلاثة أيام بعد أن تم تحديد المنازل والأحواش التي تحوي هذه الأسلحة وأكد أن عمليات الرصد جارية لكافة التحركات المشبوهة لعناصر القاعدة وداعش في الجانب الغربي والشرقي بالساحل وفي وادي حضر موت وسيتم ضربها بيد من حديد ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة شبوى مصنع للمتفجرات والعبوات والأحزمة الناسفة في أحد أحياء مدينة عتق تابعة لعناصر تنظيم القاعدة الإرهابي وقال مدير شرطة المحافظة العميد عواضي الدحبول إن المصنع الذي تم العثور عليه يقع في الضواحي الجنوبية للمدينة وأن العناصر الإرهابية لجأت إلى استئجار موقع بالقرب من أحد المصانع الكبيرة المختصة بصناعة الأحجار لتمويه أنشطتها الإرهابية أوضح أن وحدات أمنية نفذت عملية نوعية استهدفت أحد أوكار الإرهابيين حيث عثر بداخله على وسائل تصنيع حديثة والعديد من العبوات والمتفجرات والأحزمة الناسفة وقد باشرت الإجهزة الأمنية في التحقيق والتحفظ على كافة القرائن والمضبوطات التي تم العثور عليها في الموقع دشنا محافظ حضر موت اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك الحملة المجتمعية للتوعية من خطر المخدرات والتي تستمر حتى الحادي عشر من مارس الجاري تحت شعار لا أستسلم للمخدرات وطني يحتاجني وأكد المحافظ دعم السلطة المحلية بالمحافظة لمثل هذه الحملات التي تنشر الوعية في المجتمع بمخاطر المخدرات ونتائجها السلبية على الفرد والمجتمع داعيا جميع مواطنية المحافظة التعاون مع هذه الحملة لتجنيب أبنائنا مخاطر هذه الآفة الخطيرة ودع المحافظة إلى توحيد الجهود ورفع مستوى التنسيق بين جميع الوحدات الأمنية والأجهزة المختصة في حضر موت والمحافظات الأخرى للقضاء على هذا الخطر المجتمعي المدمر وقع بمكتب محافظ حضر موت اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك على اتفاقية لتعزيز الكهرباء بساحل حضر موت بمولدات بقدرة 20 ميجاوات وأكد المحافظ على أهمية هذه الاتفاقية في تعزيز طاقة الكهرباء لتخفيف المعاناة عن المواطنين مطمئنا المواطنين بأن الصيف القادم سيشهد خطوات متقدمة في تعزيز الطاقة وتجاوز الانقفاءات وأكد محافظ حضر موت بأن السلطة المحلية تعمل على دراسة عرض جديد لتعزيز الكهرباء بوادي حضر موت بقدرة 52 ميجاوات إضافة إلى المحطة التي وجه بها رئيس الجمهورية للوادي بقدرة 52 ميجاوات ليصبح مجموعة قدرة طاقة الكهرباء فيه 104 ميجاوات ناقش أمين عام المجلس المحلي بمحافظة لحج الأخ عوض الصلاح مع ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة إيتا شوتا والوفد المرافق لها وضع اللاجئين في سواحل لحج ومخيم خرز وتأمين المخيم بالإضافة إلى تقديم المساعدات ووضع التعليم والصحة والخدمات في تلك المخيمات واطلع الأمين العام ممثلية المفوضية على دور السلطة المحلية لمساعدة المنظمات الدولية العاملة إضافة إلى الجانب الأمني في تلك المخيمات وفق الخطة الأمنية بالتنسيق مع كل المعنيين بشأن اللاجئين من جانبها أكدت ممثلة المنظمة على استعداد المنظمة للعمل في مساعدة اللاجئين والتعاون مع السلطة المحلية بهذا الخصوص جهود كبيرة يبدولها القائمون في الإدارة العامة للصحة الحيوانية والحجر البيطري في وزارة الزراعة والريه تم فيها تشكيل غرفة عمليات بعد إصابة عدد من الحيوانات بمرض الدودة الحلزونية في بعض مناطق محافظة أبيان تفاصيل في سياق التقرير التالي نهاية من وزير الزراعة والريه المهندس أحمد البيسري تم فيها تشكيل غرفة عمليات لمكافحة مرض الدودة الحلزونية التي أصابت بعض المناطق في محافظة أبيان وفي ضوء ذلك تم نزول فريق طبي من الإدارة العامة للصحة الحيوانية والحجر البيطري في وزارة الزراعة والريه لتفحص هذا المرض ومعاينة عدد من الحيوانات تم فيها التشخيص ليتم بعدها رغم المعانا وشحة الإمكانيات التي تواجه الوزارة بذلت فيها جهود كبيرة شاملة التوعية للمزارعين ومالك المواشي ودعوتهم إلى الالتزام بالفحص البيطري قبل البيعي وعدم تنقل الحيوانات من منطقة لأخرى بشكل مؤقت في البداية أشكر قناة عدد على تصليطها الضوء لمختلف مشاكل والهموم الطاع الزراعي وبخصوص انتشار دواوة الحلزونية طبعا نحن استلمنا بلاغ في 22 فبراير عن انتشار هذه الدودة في محافظة أبيان وخاصة محافظة مديرية سباح وحنفر ونفقت كثير من الحيوانات بلغ عددها حوالي 90 من الحيوانات التي نفقت وصبحت حوالي 150 حيوان طبعا نحن لازمنا نستمر في المكافحة ولازمنا ايضا نتابع الوضع رغم ان هناك صعوبات كثيرة تعترضنا اهمها عن توفر الدوا ونحن ومن هذا المنطلق ناشد كافة منظمات المجتمع المدني والمنظمات المانحة لمساعدتنا في توفير الأدوية كما ايضا ناشد البايعين أو المشتري للغنام فحص الأغنام في الأسواق بشكل دقيق قبل نقلها إلى مناطق أخرى تشكيل غرف عمليات ومتابعة حثيثة لاحتوى هذا المرض هي أولوية تعكف عليها وزارة الزراعة والري إلى مكافحة أي مرض يهدد الثروة الحيوانية تم فيها معالجة عدد من الحيوانات للمزارعين بدار عمل صحة الحيوانية والحق البيطري تلقينا بلاغ بحدود حالة إصابة في مرض تدويد في محافظة لابين بالذات في مدنية خنفر وكانت التوصيف الحالي من المرشدين الزراعيين بأنها عبارة عن قروح في الحيوانات وخاصة المواليد وقروح تحصل فيها عملية تدويد فقهزنا فريق الطبي بيطري من وزارة الزراعة بدار عمل صحة الحيوانية وتم النجو إلى الموقع الإصابة وكان في مقرية الديو وفي وادي الديو وفي وادي أعلى الشيخ انتشار ذبابة الدود الحلزونية وخطرها على الثروة الحيوانية والجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسات والإدارات العامة الخاصة بالصحة البيطرية كلها عوامل تحتاج إلى دعم المؤسسات والمنظمات الدولية التي تعمل في قطاع الصحة الحيوانية لحماية هذه الثروة الحيوانية لقناة عدن الفضائية وضح شليلي عدن رأس وكيل وزارة الأشغال العامة والطرق حسين عقرب اجتماعا ضم الإخوة مدير عام مكتب الأشغال وليد الصراري ومدير عام مديرية المعلة فهدى المشبق وفي الاجتماع تم مناقشة المشاريع التي تم تنفيذها في المديرية بالإضافة إلى متطلبات استكمال تلك المشاريع مؤكدا على ضرورة أن يتم إشعار كل المقاولين المنفذين لتلك المشاريع بسرعة موافاة المديرية بالمراحل التي تم إنجازها في كل مشروع مشيدا بالجهود التي يبدلها مدير المديرية في سبيل تحسين الخدمات للمواطنين في المديرية من ناحيته قدم مدير عام مديرية المعلة شرحا مفصلا عن المشاريع الجاري تنفيذها في المديرية بالإضافة إلى المشاريع التي تحتاجها من جانبه أكد مدير عام مؤسسة الطرق والجسور المهندس سامي با هرمز أن مشروع رصف طريق شارع الصعيدي يسيره بالشكل الذي رتب له وأنه سيتم استكماله في المدة الزمنية المحددة لذلك عقد بالعاصمة المؤقتة عدان اجتماع دوري برئاسة وكيل المحافظة لشؤون التنمية نائب رئيس اللجنة العليا للإغاثة المهندس عدنا الكافة حيث ناقش الاجتماع عدة قضايا منها وضع آلية عمل اللجنة الإغاثة والضابط اللازمة للتعامل مع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني كما تطرق الاجتماع لمناقشة خطة عمل اللجنة للعام 2017 واجتماعاته الدورية قام وكيل محافظة عدن لقطاع المشاريع المهندس غسان الزامكي بزيارة تفقدية لعدد من المشاريع الخدمية والتنموية في مديرية الشيخ عثمان بالعاصمة المؤقتة عدن في إطار اهتمامات السلطة المحلية بإعادة تأهيل البنية التحتية بمختلف مديريات المحافظة زيارة تفقدية لعدد من المشاريع الخدمية والتنموية في مديرية الشيخ عثمان بالعاصمة عدن زيارة قام بها وكيل محافظة عدن لقطاع المشاريع المهندس غسان الزامكي يرافقه الأخوان المهندس حسين عقربي مدير مكتب الأشغال العامة والطرق بعدن وأحمد المحضار مدير مديرية الشيخ عثمان ففي زيارته لمشروع رصف شارع نادي الوحدة الممتد من جولة السيلة حتى ثانوية بلقيس اطلع فيها الوكيل الزامكي على ما تم إنجازه في هذا الشارع الحيوي استمع إلى شرح مفصل من مقاول المشروع المهندس عدنان الضالعي عن سير العمل في هذا الشارع وما رفقه من معالجات جذرية للبنية التحتية الرئيسية اليوم طبعا تم النزول معية الأخ مدير عام مديرية الشيخ عثمان والأخ مدير عام مكتب الأشغال إلى مشروع رصف نادي الوحدة هذا الشارع الذي ظل طويلا فيه الكثير من الأضرار والتخريب وطفح المجاري وقد كان لجهود السلطة المحلية بقاعدة اللواء عدروس قاسم الزبيدي وإدارة الأشغال والمشاريع في المحافظة الدور الكبير في عمل البدء في هذا المشروع ومن خلال زيارتنا إلى العمل رأينا أن المشروع يسير وفق المواصفات المحددة والمقاول ملتزم بالتوقيهات المهندس المشرف وبالمواصفات المحددة في قداول الكميات نحن اليوم سوف نقوم أيضا بالنزول مع مدير عام مديرية لتقاطع عبدالقوي وأيضا هناك توقيه برصف الشارع محطة الهاشمي الذي هو أيضا متضرر من المجاري عام 2017 بحسب توقيهات فخامة رئيس الجمهورية المشير عبدالربا منصور هادي سوف يكون عام التنمية عام الإعمار عام البدء في نهضة كبيرة لمحافظة عدن وكل المحافظة المحررة بإذن الله هذا المشروع الذي تدعمه السلطات المحلية بالعاصمة عدن ممثلة باللواء دروس الزبيدي يأتي في إطار اهتمامات السلطة المحلية في إعادة تأهيل البنى الخدمية في مختلف المديريات ومنها مديرية الشيخ عثمان اليوم زارنا الأخ غسان الزامكي وكيل المحافظة لشؤون المشاريع والأخ حسين عوض مدير مكتب الأشغال العام والطرق لتفقد سير الأعمال الجارية في رصف طريق شارع المصعبي القيام في هذا العمل وحنا كنا في اهتمام ومتابعة لهذا الموضوع وكان ما أخرنا في العمل هذا هو المجاري لكن بمفضل الله تم إصلاح عني ثمانين مئة وتسعين في المئة المجاري في الشارع ومباشرة قمنا في رصف هذا المشروع الزيارة شملت أيضا تقاطع حي عبد القوي الذي يتم فيه أعمال رفع المخلفات وما سببه طفح المجاري في هذا الشارع الحيوي بهدف وضع معالجات جذرية لمشكلة المجاري والتهيئة لمشروع الرصف والسعادة نشاطه من جديد إلى ذلك وتواصلا للنزول الميداني زار وكيل محافظة عدن لقطاع المشاري غسان الزامكي مشروع إنشاء المركز الطبي في حي عبد القوي طاف خلالها عدد من الأقصام وطلع فيها على سير العمل الجاري في هذا المشروع باعتباره من المشاريع الخدمية الملحة التي يحتاجها هذا الحي لقناة عدن الفضائية والضاحة الشليلي عدن افتتح رئيس جامعة عدن الدكتور الخضر لصور مكتبة الكويت الإلكترونية في المكتبة المركزية بجامعة عدن والتي مولتها الجمعية الكويتية وأكد رئيس الجامعة أن المكتبة ستكون نافذة إضافية للعمل المشترك مع الأشقاء الكويتيين لمساعدة الطلاب وتتيح للأساتذة والطلاب بجامعة عدن التواصل مباشرة مع المؤسسات والجامعات العالمية والاطلاع على آخر الإصدارات والكتب العلمية والبحثية الحديثة وقدم مدير المكتبة المهندس أرمان أنور شرحا موجزا للمكتبة الإلكترونية وكيفية الدخول للموقع الرئيسي لها والحصول على المعلومة وكيفية تحميل وتنزيل الكتب وربطها بالكليات والتي تحتوي على أكثر من مائة وثمانية وعشرين ألف عنوان ومرجعا علميا في مختلف التخصصات العلمية وجه مدير وعام مدرية المعلى فهد المشبق بإغلاق المحلات المخالفة لسياسة البيع بالجملة والتجزئة جاء ذلك خلال ترأسي لحملة بوقف المحلات التي تخالف سياسة البيع من حيث التلاعب والتسعير وكذا المخالفة في عملية تخزين البضاعة وإغلاق المحلات وإحالة المخالفين إلى محكمة المخالفات وأشار مدير المديرية خلال الحملة أن الحملة تأتي بعد أن تحول بعض التجار في المحافظة إلى تجار يتاجرون بأرواح الناس وحياتهم من حيث رفع التسعير بغرض تحقيق هامش ربحي كبير على حساب الناس ونوه مدير المديرية إلى أن الحملة لن تقتصر على يوم واحد وأنها ستستمر لفترة طويلة تفقد مدير عام مديرية البريقة بمحافظة عدن هاني محمد اليزيد سير العمل بمشروع تحسين المدخل الرئيسي لمركز المديرية وأستمع إلى نسبة إنجاز العمل في المشروع والذي يتضمن توسعة الطريق الممتد من جسر البريقة حتى جولة المديرية مع تنفيذ أعمال برادورات وعمل أحواض للتشغير بالإضافة إلى يعادة تأهيل وتحسين ساحة المجمع الحكومي للمديرية والمشروع يأتي ضمن اهتمام وحرص قيادة المديرية في النهوض بالبنية التحتية لإبراز المظهر الحضاري والجمالي لمديرية البريقة غادر ميناء عدن الدفعة الثالثة من اللاجئين الصومال متجهة إلى ميناء بربرة بالصومال ضمن مشروع إعادة العالقين الصومال في اليمن إلى بلادهم والبالغ عددهم 137 شخصا في إطار المشروع الذي يهدف إلى الإعادة 2500 شخص وبدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون والتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية للاجئين والمفوضية السابية وأكد القائم بأعمال القنصل الصومالي بعدا محمد عمر شيخ أن بدء استثباب الأمن في الصومال سيشجع المزيد من الصوماليين في العودة لبلادهم وأن الجهود منصبة لإعادة الراغبين في العودة وتعتبر هذه ثالث دفعة اليوم تقوم المنظمة الدولية للهجرة بإقلاع عدد 137 فرد من اللاقيين الصوماليين العالقين في اليمن وهي الدفعة الثالثة التي تغادر البلاد من ميناء عدن متقهة إلى الصومال إلى بلدهم إلى ميناء بربرة المشروع هذا يهدف إلى إعادة ومساعدة حوالي 2500 فرد من الصوماليين العالقين في اليمن تأتي الدفعة الثالثة مغادرتها هنا من ميناء عدن متقهة صوب ميناء بربرة واللاقيون الصوماليون جلهم من عدن وأيضا هناك بعض اللاقيين الذين أيضا يسجلون ويأتون من محافظات مختلفة في اليمن طبعا هذا البرنامج هو عبارة عن برنامج العادة الطوعية لللاقيين الصوماليين الذين يرغبون في العودة إلى بلدهم طبعا يقوم بتنفيذ هذا البرنامج الحكومة الصومالية متمثلة والتي تمثلها القنصلية العامة الصومالية في عدن بتعاون مع منظمة الهجرة الدولية طبعا يقدم الدعم لهذا البرنامج مركز الملك سلمان للإغاثة طبعا هذه الدفعة هي عبارة عن الدفعة الثالثة الذين سوف يغادرون إلى الصومال كان هناك دفعتين قبل هذه الدفعة وهناك الكثير من اللاجئين الذين ينتظرون دورهم من أجل العودة إلى الصومال طبعا كما تعلمون لجوء هؤلاء اللاجئين الصومالي إلى اليمن كان بسبب الحرب الهلية التي كانت تعيشها الصومال ولكن بعد استقرار الوضع الأمني في الصومال قرر الكثير من اللاجئين الصوماليين الموجودين في عدن العودة إلى بلدهم نرجو أن يعمل الأمن والاستقرار كافة الدول مشاهد الكرام وصلنا إياكم إلى ختام هذه النشرة في الختام نعود ونذكر بالعنوين نائب رئيس الجمهورية يلتقي وجهها من محافظتي البيضاء والمهرة رئيس الوزراء يستقبل منسق فريق العقوبات التابعة للأمم المتحدة والجيش الوطني يستهدف مواقع الميليشيات في الضالع وطيران التحالف يستهدف مخازن سلاح الميليشيات في حجة وعمران في الختام أجمل التحايا وأطيب المنا من طاقم العمل جميعا دمتم بخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة